ذكرت مصادر مقربة من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أنه سيتم الشروح في توزيع السكنات لفائدة مكتتب عدل واحد لسنة 2001 و2002 ابتداء من نهاية السنة الجارية أو بداية من الثلاث الأول السنة المقبلة على أقصى تقدير كما أوضحت ذات المصادر أن عملية توزيع هذه السكنات تتم عمر دفوعات ومراحل مبتدة إلى غاية نهاية العام 2016 وبالتالي فإن عملية تزديد الشطر الثاني المقدرة بـ 5% من المبلغ الإجمالي للسكن تتم تزامناً مع نهاية مراحل أشغال أول مشروع للسكن المقرر تخصيصه للمكتتبين حسب تواريخ إداع ملفاتهم وذلك بدءاً بأصحاب الملفات المدعة ملفاتهم بتاريخ الثامن عشر أوت 2001 المكتتب في هذه الحالة سيستلم وصلاً متعلقاً بتزديد الشطر الثاني المقدر بـ 5% من المبلغ الإجمالي للسكن وبعد تزديد المكتتب هذا الشطر يستفيد هذا الأخير من قرار تخصيص للشقة والذي بدوره يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالموقع والطابق وعدد الغرف كما يتم توثيق هذا القرار أمام مكاتب التوثيق المبرمة عقود اتفاقياتها لهذا الغرض مع وكلة عدل وفيما يتعلق بتاريخ دفع الشطر الثاني لهذه الفئة قالت إن تزديد الشطر الثاني والمتزامن مع عملية توزيع السكانات سوف يتم الإعلان عنه بصفة رسمية من طرف وزير السكن والعمران والمدينة هذا وقد أوضحت إحصائيات الوزارة أن مضمون برنامج السكن للخماسي الحالي 2015-2019 يتمثل في واحد مليون وستمائة ألف سكن اشتركوا في القناة